اللغم طبعا في إحدى السفن اللي هي متعلقة في تخزين النفط كان المفروض تعاقدت معها شركة سومو حتى تجي وتم عمليات طبيعية للنفط طبعا العراق لأنه يعتمد على النفط وأهم موانئه هو ميناء الفاو وكان من المقرر أنه ممكن أن تنفجر هذه السفينة بحسب اللغم طبعا واضح أنه نواية تفجير موجودة في ميناء الفاو كان ممكن الانفجار يسوي مشكلة كبيرة جدا تشبه المشكلة اللي صارت في ميناء بيروت فلذلك هذا اللغم تحديدا هو لغم طبعا إيراني لأنه كان هو إيراني الصنع بحسب العديد من الخبراء وهذه واحدة من الصور اللي موجودة في إحدى المعارض الإيرانية صور سابقة جدا انتشرت طبعا بعد صورة اللغم اللي ظهرت طبعا على السفينة العراقية لكن أيضا قضية مهمة أنه شون هذا اللغم يجعل السفينة الفويس оф أمريكا شرحت هذا الموضوع وتقنيا هو شون يصير عادة قالت الآتي اللغم اللاصق هو نوع من الألغام البحرية التي تلسق بجانب السفينة وعادة ما يكون ذلك بواسطة أحد أفراد القوات الخاصة من الغواصين ويمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالسفينة فلذلك حقيقة صارت اليوم تصريحات من نقابة البحريين العراقين الناطق باسمهم اليوم صرح تصريحات رسمية عن هذا الموضوع أنه هاي سفينة منين كانت جاية هي كانت قادمة من ميناء الفجيرة إلى ميناء الفاو وطبعا كان بتحركها وبحسب الغواصين هسا هذه معلومة أنه غواصين من أفراد القوات الخاصة هم اللي يلسقون هذا اللغم يعني واضح هذه طبعا هذه السواحل الإيرانية وهذه سواحل الخليج وهذه الكويت وهذه العراق فلذلك ممكن كانوا غواصين موجودين هنا هم اللي ألسقوا هذا اللغم وطبعا اللغم كونه هو إيراني لا يعني أنه إيران مسؤول اشتركوا في القناة